عاوز أتكلم عن ولادة المسيح الفريدة هذه الولادة تتميز عن أي ولادة أخرى في التاريخ فالمسيح هو الوحيد المميز الفريد لا مثيلة له لعدة أسباب طبعا هذا ليس مجرد كلام لكن حقائق مبرهنة حقائق كتابية حقائق لهوتية التي تتحدث عن هذا الموضوع الله خلق آدم وحواء عمله من تراب الأرض وأيضا صنع حواء من ضلع آدم كل إنسان يولد من أب وأم ما عدا المسيح فهو مميز فهو فريد جاء في ملء الزمان اللي بميز ولادة المسيح أولا إنه ولد ولادي عذراوية أي أن مريم العذرا لم يمسسها أي بشر وعندما سألت الملاك كيف يكون هذا قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فهذه الولادي ولادي عذراوية حبل بي من الروح القدس وولد من القديسة مريم العذرا لا توجد أي ولادي أخرى في هذا الوجود إلا فقط شخص واحد وحيد هو شخص الرب يسوع المسيح شيء تاني لأنه ولد ولادي عذراوية هذا يعني أنه لم يتورث الطبيعة الخطاءة فهو بلا خطية كما قال عنه الملاك ابن العلي القدوس وهذه المواصفات لا تطلق إلا على الله مثل عمانوئيل الرب معنا الرب يسوع الملك الكاهن رئيس السلام إلاحا قديرا هذه المواصفات لا تطلق إلا على الله فالمسيح ولد خالي من أي عيوب من أي خطية لم يعرف خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يرتكب أي تقصير بل هو تحدى كل الأجيال من منكم يبكتني على خطية هو البار القدوس بشهادة الأعداء والأصدقاء أنهم أجمعوا جميعا أنه بار أنه قدوس أنه فعلا بلا خطية شيء ثالث اللي بميز ولادة المسيح أنه ولد لتتميم النبوات لا يوجد أي كتاب آخر في هذا الوجود ولا توجد أي شخصية أخرى في هذا الوجود اللي تمت في مئات النبوات وأنه سيأتي ثانية في مجيء الثاني لتتميم كل النبوات تتميم هذه النبوات في شخص واحد تعتبر شيء مستحيل لكن هل يستحيل أي شيء على الله؟ فالمسيح تمم كل النبوات في الميلاد أنه من نسل المرأة من نسل إبراهيم من عائلة داود من صبت يهوذة أنه المسيح يتنبأ عن الولادة العذروية مكان الولادة في بيت لحم طبيعة شخص الرب يسوع المسيح وعمله وهكذا نبوات لا حصر لها اندلت على شيء بالدل أنه الله هو الذي ساهر على كلمته لكي يثبتها ولكي يجريها ولكي طبعا يعبر عن إرادته للجنس البشري النبوات تمت في شخص الرب يسوع المسيح